في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع عجلة التنمية وتحفيز الاستثمار ورفع كفاءة التحصيل الضريبية دون إضافة تأية أعباء على المواطنين تجرى مناقشة تعديلات مقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة بمجلس النواب تتضمن التعديلات المقترحة منحة سلع والخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق أو تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية للخارج أو الواردة إليها المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر الصفر كما يتضمن مشروع القانون إكرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين كذلك تتعلق بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي وتشمل قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على قيمة المضافة منتجات المطاحن والمنتجات الزراعية والخدر والفواكه والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة